اشتركوا في القناة الفيس اي دي باش تشوفوا طريقة هذية ما عليكم كنت فرجوا في الفيديو وقبل ما تفرجوا في الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على الزر لايك وتفعيل زر الجرس باش كيف نهبطوا فيديو جديدة يجيكم اشعار ونبدأوا مباشرة في الشرحة متاعنا نمشيوا لتطبيق تيليجرام بعد ما ندخلوا للتطبيق كي ما قاعدين تشوفوا يمكن يظهر او ما يظهر الكمش خطر ساعت كي تبدأ سكرين فيها باسورد فانو التطبيق ما يظهرهاش فانو بالنسبة لي تطبيق تيليجرام مغلق ونقوم بفتحه ببصمة الاسبع باش يتفتح التطبيق كي ما هكا وطاو باش نعريكم الطريقة اللي تنجموا من خلالها تقوموا بقفل التطبيق هذية نمشيوا مباشرة للسيتينجز او الاعدادات وبعد ما نمشيوا للأعدادات نمشيوا مباشرة لبرايفسي انت سيكيوريتي اذا اخطأ لها بعد برايفسي انت سيكيوريتي باش تلقاهوا لهنا في الاوبشنز باسكود لوك باش تنجم تدخل ديجا الاوبشن هذية لازمك تقوم بوضع القفل اللي انتي حطيته وعندك لهنا العديد من الخيارات اللي باش نشرحهم لكم توا الخيار الاول هو خيار باسكود لوك كيف تفعل الخيار هذية فانو دخولك لتطبيق تيليجرام بالطبيعة بعد ما تقوم بقفل التطبيق ما عادش نجم تدخل الا بعد وضع الباسوورد هذا بالنسبة للخيار الاول الخيار الثاني تنجم من خلاله انك تقوم معناها بتغيير الباسوورد هذيك لازمك معناها الباسوورد متاعك يكون متكون من اربع ارقام فقط كيما قاعدين تشوفوا لهنا اذا كانك نسيت الباسوورد هذيك فانو يجب عليك فسخ التطبيق ثم يعاد التنزيل مرة اخرى عنا الاوبشن الموالية هي ان لوك وفينجر برينت ويمكنك الخيار هذية من استعمال بصمة الاصبع متاعك باش تقوم بفتح التطبيق بالنسبة لأوتو لك فانو الخيار هذية موجود باش التطبيق يقوم بقفل نفسه بطريقة تلقائية او بتشغيل الباسوورد هذي بطريقة تلقائية بعد مدة من الوقت اللي تنجم تختاره اللي تتراوح بين دقيقة وخمسة ساعات عنا زادة كيف كيف شو اب كونتنت انتسك سويتشر لهنا اذا كانك قاعد تغير ما بين تطبيقات هل تحب المحتوى يظهر وقال لما يظهرش حسيلوا دونك لهنا تنجم تقوم بتفعيل باش تقوم بقفل التطبيق متاعك وبعد ما تفعلوا تخرج لهنا للتطبيق وين عندك موجودة في الاعلى في اعلى التطبيق فما عندك رمز قفل وقت تحب تقفل التطبيق تضغط على الرمز هذيك وبعد تغادر التطبيق واول ما تجي تعاود تفتح التطبيق مرة اخرى فانه يطلب منك ادخال الرقم السري او بصمة الاصبع امتاعك بش يقوم بفتح التطبيق كانت هذه طريقة قفل تطبيق تليجرام ببصمة الاصبع او الفيس اي دي او كذلك كلمة السر اذا كان عجبتكم الفيديو ما تنساوش كيف العادة الاشتراك في القناة الضغط على زر لايك وتفعيل زر الجرس مش كيف انهبطوا فيديو جديدة يجيكم اشعار وللفيديو القادم بقالي كم شقول لكم كان الى اللقاء